الأهلي كان بطلها الفترة اللي فاتت وهي ملفات التمديد أو إنهاء العلاقة ما بين الأهلي والأربعة الكبار وليد سليمان مدد مع الأهلي سنتين إيه رأيك في هذا القرار؟ أولا أنا عاوز قبل أي حاجة يعني ما هو النادي الأهلي دايما بيبقى بطل المشهد لأنه في حاجة فيه هجمة غير مبررة على النادي الأهلي الفترة دي من مين الهجمة غير مبررة؟ لا من كل الإعلام يعني فيه بعض الإعلام يعني يعني شايفين من النادي الأهلي شوف أنا عاوز أقول لك كلمة مهمة والنادي الأهلي ممكن يكبر يكبر اللي بيتكلم عليه هذه حقيقة ففيه ناس كتير بيشتغلوا بهذا المنظور يعني إنه هو يخبط في النادي الأهلي عشان يجبر هو كده مش بيجبر على حاجة بس هو يمكن عاوز يعمل حتة إنه هو في خلاف والنادي الأهلي بيغلط يعني أنا عاوز أشوف أعلامي بالغلط مش بالرأي يعني ممكن يكون معارض للفكرة أو للتجديد أو للطريقة محوظة اللي أنا عاوز أتكلم فيها إحنا بنتكلم في شأن داخلي بيشتغل فيه لجنة كورة وبيشتغل فيه احترافية في النادي الأهلي واحد إعلامي أو أي حد بيهاجم النادي الأهلي في الهجمة الغير مبررة يكلمني على الخطأ ويقولي الخطأ أهو يعني تعالي نتناقش أنا وانت هاني دي تمام إيه هو الخطأ اللي عمله النادي الأهلي في التجديد أو الاستغناء أو كذا كذا أقولك ما قيل من جانب هذا الإعلام اللي بتصفه بالإعلام أولا من ابن الأهلي الكابتن مجدى عبدالغاني قال إنه ده لاعب بيبطل زي ياخد 11 مليون في السنة مين وليد سليمان؟ وليد سليمان يعني وليد سليمان أنا لو مدرب هقولك ياخد أكتر من 11 مليون فعلا ليش على الأرقام وليد سليمان ده من أهم من أهم اللاعبين في النادي الأهلي في الوقت الحالي وليد سليمان لعيب أولا سبك من إنه كمان فنيا علي أولي وليد سليمان بينزل خلاص لك مباريات كتير قوي وعند أي مدرب بيفهم في التدريب والحاجات دي إنه أهم من لعيبة أساسية كتير قوي دي واحد التجديد لوليد سليمان تجديد جه عطاء وهيدي تاني نادي الأهلي ما عندوش عاطف دي وليه النادي الأهلي عالي جدا عالي الأندية في مصر خلينا نبقى مقتنعين مش عشان بنتمل للنادي الأهلي لأ أنا بكلمك بالأرقام أنا هكلمك بالأرقام رقم واحد في مصر مين؟ النادي الأهلي أرقام رقم واحد في مصر في البطولات مين؟ النادي الأهلي عشان كده النادي الأهلي بيعلى 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 عشان الاحتراف ريع بتاعته